بعد هدنة ان استمرت خمسة اشهر مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية الاثيوبية وجبهات تحرير تيجراي تنهي الهدنة وتفتح فصلا جديدا من الصراع لتتواصل المواجهات بين الطرفين لليوم الخامس على التوالي فقد تجددت المعارك بين الطرفين في شمال اثيوبيا مع تكثيف الغارات الجوية وتبادل اطلاق النار في الجبهات البرية وقد قابلتها المبالات بالدعوات الاممية المطالبة بالوقف الفوري للأعمال الحدائية وتهيئة الظروف لاستئناف حوار سياسي فعال حكومة اقليم امهر شمالي اثيوبيا اعلنت الاستنفار لمواجهة تقدم مقاتلي جبهة تحرير تيجراي في حين اقرت ديسابابا بانسحاب قواتها من مدينة بامهر عقب سيطرة الجبهة عليها وفي بيان نشرت حكومة امهر قالت فيه ان جبهة تيجراي اغلقت الباب الذي كان مفتوحا امام السلام بعملياتها العسكرية وفي الوقت الذي دعت فيه الحكومة كافة مواطني اقليم امهر للاستنفار واتخاذ جميع الاجراءات المناسبة من اجل ردع مسلح جبهة تيجراي في المقابل قالت الجبهة ان غارات شنت على منطقة ساكانية اوقعت قتل وجرح مدنيين بينهم اطفال وطالبت المجتمع الدولي من اجل التداخل لرفع الحصار والضغط على ادسابابا للتوصل الى مفاوضات تنهي هذه الحرب